بسم الله الرحمن الرحيم العربية دي جيب ليبيعتي 2007 ايه مشكلتها ببساطة صاحبها بيقول ان العربية ديات كل اسبوع تقريبا او كل خمسة ايام بتريع عشوائية العصايا او الدريع الخاص بي الجير ما بيتحركش بيفضل واقف على البي فلالطرق ادوس على البفتاح القدام اللي بيفصل العصايا اللي هو مفتاح الطويرق ده عشان العصايا تبدأ تتحرك كل خمسة ايام يحصل الوضع ده بشكل عشوائي ممكن في بداية التشغيل الصبح بالليل الظهر في اي وضع وساعات تفضل شغالة على طول ودايما لما بتعلق على البي طبعا المفتاح ده شغال عادي ما فيهوش مشكلة مش بيعلق لما بيحصل التعليق او الستاك ده لمبة التشيك بتنور طبعا دايما الاوضاع اللي هي بتبقى مسابتة العرب بيروح وييجي بتقطع مشكلة وصعبة الفحص لان طبعا ممكن تفحص ويكون في الوضع بتاع التشغيل ما تلاقيش العيب افضل حاجة تكشف كمبيوتر عشان بيحدد لو فيه حاجة في الهيستوري القديم بتبان فطبعا حطناها على الجهاز عندنا طبعا طلع فيه مشكلة في البي سي اي ام او الكنترول المتحكم فيه الباور او المحرك يعني الو ارسي دا حاجة زي اللي هو بتاع الايرباج البي سي ام دا اللي هو الشاسي او الجسم نفسه هي فيها سبعة موديول العربية دي اه الاس كي ام دا اللي هو زي الامبلايزر الامان طلع بيها قديمة الفين وسبعة اتا حوالي ماشية متين خمسة ربعين الف كيلو طيب انا حدخل على طول على اللي هو البي سي ام طبعا واضح طبعا فيه عندي مشكلة تحت في الترمستات حبقا نشوفها بعدين ولكن المهمة عندي البي سي ويتش البي سي ويتش اللي هو المفتاح اللي عند بدال الفرامل المفتاح دا مهم جدا وساعات بيعمل مشاكل كي بيها والناس ما بتاخدش بالها منها طريقة الفحص حتبقى على مرحلتين هستعمل طبعا الافو ميتر بتاعنا هنجيبه على الى 20 فولت اللي احنا شايفين وحنبدأ نقيس زي ما احنا شايفين انا احنا قلنا اربع اطراف هنقيس الاتنين اللي تحت والاتنين اللي فوق تمام? عشان نفهم مين فيهم الفرامل ومين فيهم الخاص بالترانسيماشن او الجيع هنعمل كالاكي نوصلهم كده زي ما احنا شايفين كده اه تمام? هادييني قراءة كام والمطور واقف خالص مفتاح متشايل اصلا ادنية 13 فولت ده فولت البطارية يبقى ده كده الفرامل تمام? هنبدل بقى نحط الاتنين دول في الاتنين اللي فوق انا شغلت كده مفتاح بس وصلت تمام? وصلت اهو اعطاني كام 12 فولت يبقى كده الكهرباء اللي جاية للسويتش سواء من الفرامل او كمبيوتر السيارة سليمة يبقى انا عندي كده هنبدأ نتأكد من المفتاح نفسه نشوف بقى تريقة الفحص التانية كل افو ميتر على علامة الكونيوتي اللي هي دي كده علامة التوصيل كده المفتاح ده طبعا بسيط زي ما احنا قلنا زي مفتاح التلاجة طبعا ما ينفعش ابدا يعني نمسك المفتاح وندوس كده ونقول سليم ولا بايز ولا تالف ولا عايز اتغاير لازم يتقاس طيب هنقيس كل طرفين مع بعض طبعا وهو كده في توصيل لو مضغوط كده بفعل ده واسط الفرامل طالع الفوق بيبقى فاصل يعني كده اف كده قن طيب هنحط ده كده اه كده انا موصل الترفين اللي تحت تمام اهو هنشوف اللي فوق هنوصل الترفين اللي فوق يبقى انا كده عندي المفتاح شغال كده انا حقف الكائنة الدواسة طالع الفوق اهو كده وندوس هنا هتلاقيه فاصل اهو ما يشتغلش اشيل ايدي يشتغل ادوس يفصل اهو اعتقد اختبار سهل طب يبقى انا عندي الكهربا جاية والمفتاح سليم المرحلة التانية ايه بقى هنتأكد مين السويتش او السلونويد الموجود في العصاية نفسية هنشوف ده بيتركب تاني ازاي بسيط جدا اهو كده اهو كده شايفين كده اهو شايفين المفتاح خبط فين اهو كده يقام ضغوط اهو شايف كده اهو يبقى كده فاصل جزء الابيض باتكلم عليه ده يبقى كده فاصل ونلفه نص لفه بس ونركب السوكت بتاعنا فيه ازاي ما احنا شايفين كده في بعض الفنيين باهمال يضغط الدواسة ويركب المفتاح اللي حيحصل ان البدال مش هيرجع مكانه وتلاقي فيه كأنك انت دايس على فرامل السيارة وهي ماشي قلت لي اهو متحجرها مكانه اهي اذا كده سبت لو صواميل طبعا بنصبط بالسامولة اللي فوق واللي تحت طيب نشوف بقى المرحلة التانية هندخل بقى على السيارة اللي فيها المشكلة فعلا المفتاح طبعا تحت قلنا عند البدال طرية تفكه طبعا مختلفة شوية طبعا نقول لهم نفس الفكرة ساعات بقى سامولة ساعات بكليبس ساعات تلفه يمين وتسحب ادي المفتاحة شبه مفتاح التلاجة زي ما قلنا طول ما هو مضغوط بيبقى فاصل دوس على البدال المفتاح بيطلع لقدام يعمل اون يشتغل هنفكه بقى طبعا بيبقى ليه النوع ده بيقى ليه فيش كده في الجنب الواحده طبعا الشغل طبعا الكلام ده كله المفتاح مفصول اجنشان مقفول تماما ده المفتاح اهو دايما المعروف العبات القديمة دي دايما المفتاح ده هو اللي بيبوز مش طوشلة داخلية يعني المفتاح نفسه هو اللي فيه المشكلة فاحنا اصلا جبنا مفتاح على طول جديد بس انا حاركوا ايه بالزبط المشكلة في ايه في المفتاح ده المفتاح دي كلها نفس الفكرة يا اما زي دي كده فيها كليبس يدخل في مكان ما يفتوح في المعدم وتلفه من ناحية الشمال او بصامولة او بكليبس ايه من كان بيقى طبعا وضع سهل جدا اه كان يركب بالشكل ده تلفه وتسحبه لوبرا طبعا تفك الفيشة بتاعته اللي هي السودا دي تمام هناخد المفتاح حواريكم بقى ايه المشكلة بالزبط في المفتاح ده ليه بتحصل المشكلة دي نطلع بس في حتة فيها نور حتى هنا ضلمة تحت طبعا الصوبة على السود ده اللي هو المفتاح اللي هو بيبقى المفتوض البدال ضغط عليه يعني انا بدوس كده ده كده البدال ضغط برفع رجلي من او بدغت على البدال المفتاح ده بخوض يطلع كده شايفين بيعلق ازاي فاللي بيحصل ببساطة بتشير بتدوس على البدال المفتاح بيفضل مضغوط كأنك ما دوستش وبالتالي العصايا بتبقى استك ما علقه ما بتتحركش الكمبيوتر بيشوف ان الدايرة لسه مقفولة وبالتالي ما بيفتحش اللوك او اللي هو اللي بيقفل العصايا عشان تتحرك طبعا ده الجديد طبعا بيجيب القطع اصلية ما فيش بيجيبها استعمال بس طبعا تأكد ان البنات دي اللي جوه سليمة المفتاح بيتحرك بسهولة يعني بتضغط على المفتاح شايفين ده سلس جدا تشيل الضغط من عليه يفتح يعمل اون قادي الموضوع كله ببساطة دي كان العيب بتاع الوضع ده طبعا دايما المفتاح ده بيحصل فيه مشكلة انه طبعا ده بيبقى تحت عند البدالات طبعا الحتة دي كلها ادريبة ولما بتيجي تنظف وتنفق خوة التراب بيدخل عند المفتاح ده بيخشنه بالتالي بيقى فيه مشاكل فيه تشغيله هنركبه بقى الجديد ده طبعا قلنا في موضوع سهل جدا اونجاد كليبس زي ما انت شايف كده بيدخل وتلفه ناحية اليمين خلاص بيمسك لو كان بسامولة اتاكد ان الزبطة بتاعته صح ما بقاش يا اما مضغوط زيادة او واسع لان لو واسع حيبقى برده كأنه اون على طول او زي ما انت شايف كده ادي المفتاح والبدال ضغط عليه ادي كانت المشكلة في منتهى البساطة مجرد مفتاح بيعلق ساعات يشتغل وساعات لا وبالتالي العصاية ساعات تشتغل وساعات ما تشتغلش هنبدأ بقى نشغل كده ونشوف دي جي ماشي ازاي بقى انا حضرت هنا قطع لكمبيوتر الاعطال اشوف الاشارات فعلا وسط لكمبيوتر ولا لا ادي المفتاحين بتاع اللمبة وبتاع دراع السويتش حمسح الاعطال طبعا الحاجات التانية دي كانت هستري قديمة حمسح كل الاعطال حمسح كل حاجة بقت خضرة خضرة يعني ما فيش اعطال فيه بس ادي الموضوع يا جماعة فتم طالب بساطة بس اهم حاجة الفحص الضخيق بدل ما تبدل حاجات ملهاش اي لازمة ويبقى خسير على صاحب السيارة وطبعا التصليح بيتم بسرعة وسهولة بس كده ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جاي باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته